سراحة اسمحيلي في المقدمة ان انا حيى حضرتك المقدمة يعني بتلخص يعني مشكلة الوزن ده او الوزن اللي هو في المئتين كيلو وبحيى كل السادة المشاهدين والحيى طبعا ان يعني اجراحات السمنة هي معمولة فعلا لانقاص الوزن في مختلف الاوزان لان احنا مش متفاجئين باي وزن مهما كان ان ده يعني هو ده شغلنا ده كور الشغل او كور العمل بتاعنا يعني حقيقة قلت برضو حاجة انه يعني احنا مش لازم نضغط على الناس اللي هما وزنهم زيب بزيادة هو فعلا هما مش اكلين بطبعهم هو الجسم اللي بيدفعهم لانه هما يكلوا ومش ايكل يعني هو عز الحاجة اللي فيها كله رجل عالية فيها طاقة عالية وغالبا برضو بيكون فيه سبب وراسي يعني دايما نشوف الوزن الكبير في اسرة فيها حد عنده وزن كبير ام اب خال عم تلاقي في حد في الاسرة دي مش قاعدة عامة لكن بتصل تسعين في المية او اكتر ان تلاقي الوزن ده في اسرة فيها حد تاني زيت في الوزن فهو مش سببه خالص يعني هو مش سبب الاكل لكن ليس المصدر الوحيد لزيارة الوزن لان احيانا احنا بنشوف يعني فيه ناس بتاكل اكتر منك كواحد وزن بير وتلاقيه ما بيستش صح وفيه ناس اللي يقولك ده بيدخن من المية المية ما بزودش لكن يعني بيدخن بمجرد انه يأكل اقل الوزن هم ازدهم في التشبيه هم بيشبههم هو من اقل اكل اقل اكل بيزيد في الوزن فده يعني وده بنشوف برضو في الاطفال الاطفال لهم وزنهم كبير جسمه دفعوا لان طبعا مع الوزن الكبير الانسولين بيتوفر في الجسم بصورة مرضية بيحصل حاجة اسمامة منعات الانسولين دي بتزود الشهية للأكل بتزود القدرة يعني عايز يشروعها للأكل وبالتالي هو مدفوع وعشان كده برضو عايز اقول ان انت لو وزنك 80 كيلو بقيت 90 ممكن تنزل وزنك اسهل من ان واحد يبقى وزنه 100 كيلو عايز ننزل وزنه 80 كيلو بقى أصعب 110 بقى أصعب وأصعب 120 بقى أصعب وأصعب فكلما الوزن فلت منك يعني زاد بزيادة هتلاقي نفسك نزول الوزن مش احسن حاجة